عقد مكتب مجلس المستشارين اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس السيد نعمة ميارة خصصة لتداول في جدول عمال المجلس برسم الأسبوع الجاري. وخلال الاجتماع توقف السادة عضاء المكتب عند المشاركة النوعية للسيد رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق لها في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي احتضنتها مدينة مدريد الإسبانية. نهايته شهر وانبر المنصرم. وعلى مستوى التشري أخذ مكتب المجلس علماً بإيداء فريق الاتحاد المغربي للشغل لمقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي وقرر إحالة مقترح القانون المذكور إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية. ثم إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس. وعلى مستوى أنشطة الفكرية والإشعاية وفي إطار العلاقة مع المؤسسات الدستورية اتخذ مكتب المجلس قراراً بعقد لقاء دراسي لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب وموضوع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعات المتجولين. ترجمة نانسي قنقر